مبروك لجماهير النادي الاهلي مبروك لمجلس الادارة مبروك لكل اللاعبين مبروك للجهاز الفني بصراحة فوز مستحق من بداية المباراة للنادي الاهلي او سنة لضربات الجزاء بس شخصية الاهلي بترجعتين شخصية الاهلي النهاردة بتفرض سيطرتها شخصية الاهلي النهاردة من بداية المباراة لعبة النادي الاهلي نزلة هي عارفة عايزة تعمل ايه النهاردة الروح اللي موجودة جوى الملعب رجعت تاني رجعت شخصية النادي الاهلي اللي كنا مفتقدينها في الفترة الاخيرة لعبة نادي الزمالك برضو عملوا مباراة كبيرة مستر جوميز تعامل مع المباراة بشكل كويس جدا وعرف يتعامل مع المباراة لحد ما توصل لضربات الجزائر بصراحة النهاردة انا شايف ان مباراة اهلي وزمالك من افضل المباراة اللي شفتها في الفترة الاخيرة من ناحية روح تنظيم قصارة هجمة هنا وهجمة هنا لعبة بصراحة بتموت نفسها لعبة النادي الاهلي مع بعض الاخطاء اللي موجودة وده شيء طبيعي في الكورة مع الضغط العصبي والضغط النفسي في الفترة الاخيرة والمشاكل اللي مر بيها النادي الاهلي عرف النادي الاهلي يعف يتعامل ولحد ما وصلنا ضربات الجزاء هنا بقى ما تعرفش مين هيكسب كل جميل الكورة المصرية وإحنا قاعدين بنتفرج أهلوية وزمالكوية كرة رايحة جاي خلاص كان الزمالك أقرب ليها والأهلي كان أقرب ليها ضيع ند الزمالك كان قريب للبطولة ضيع هي دي ضربات الجزاء التركيز والحالة النفسية للعيبة هي دي اللي بتخلص لك المباراة طبعا عمر جابر لا يسأل عن ضربة الجزاء خلاص عادي ضربة جزاء مش موفق فيها في العرضة خلاص أنهت المباراة تعالوا نبص على ريدا سليم كان ممكن يخلص المباراة وكان ممكن البطولة تروح للزمالك ضيع رجعت تاني للزمالك وجمهور فرح اللعيبة فرحت لحد ما دربت الجزاء لمحمود عبد الرازي شكبالة ضيعها هي دي ضربات الجزاء لو ما استغلتش الفرصة في دربات الجزاء وفي التركيز بتاعك خلاص المباراة بتتقلب تاني تعالوا نتكلم على المباراة النهاردة بداية شخصية النادي الاهلي وليه بتكلم في شخصية النادي الاهلي لأن النادي الاهلي نازل من بداية المباراة الهدف بتاعه فوز نازل بيهاجم نازل شخصية اللعيبة جوه منظمين حتى النهاردة بصراحة ميستر كولر عمل كل حاجة في الملعب بصراحة سيبكوا من بعد التغييرات اللي حصلت أو التأخير في التغيير عمل كل حاجة من أفضل المباراة اللي شفتها ميستر كولر كإدارة للمباراة كانت النهاردة نهاردة كان مش ناقص بقى غير هو اللي ينزل يحط الهدف النهاردة كمية إضاءة فرص الشوت الأولاني كفيلة أن انت تخرج على الأقل اثنين سفر تلاتة سفر خلق انت ما استغلتش ما استغلتش الفرص دي لأن المباراة اللي زي دي دايما اللي بيبدأ هو اللي بيعرف في سيطر من ناحية معنوية من ناحية جماهيرية بتعرف تاخد زي ما بتالك كده تاخد نفسك نادي الزمالك ابتدى في الشوت التاني ابتدى يبقى نيدي ليك وفيه أكتر من كذا فرصة كان ممكن نادي الزمالك يخلصها بس بصراحة معرش هي كده مباراة أهلي وزمالك لو ما استغلتش الفرصة بتلاقي الأمور تتصعب عليك مباراة بصراحة حلو مباراة ستمتعنا بيها لحد آخر لحظة كله على عصابه سواء جماهير الأهلي سواء الزمالكوية الكل على عصابه المباراة رايحة جاية وهي دي مباراة أهلي وزمالك من ناحية أخلاقية بصراحة روح ريادية كبيرة جدا من اللعيبة سواء سواء أهلي أو زمالك هذا كويس روح ما بين اللعيبة وبين بعضه ما فيش احتكاك حتى الاحتكاك بيبقى كورة ده شيء طبيعي يعني تعامل جماهيري من ناحية جماهير النادي الأهلي أو جمهور الزمالك شكل محترم بصراحة يليق بالكورة المصرية بقى أنه فترة كبيرة جدا ما منتفرجش على مباراة زي دي لحد آخر لحظة أنت مش عارف مين هيكسب مش عارف أهلي اللي هيكسب ولا الزمالك اللي هيكسب ما تعرفش هي المباراة بصراحة الاتنين المدربين النهاردة تعاملوا مع المباراة بشكل كويس سواء مستر كولر أو مستر جوميز وفيه بعض الجمهور ممكن ما يعجبوش المواقف من ناحية مستر كولر بصراحة النهاردة المدربين عملوا من ناحية لعب آه فيه بعض المشاكل النهاردة اللي حصلت في التشكيلة بس هما دول التشكيلة التشكيلة سواء للأهلي أو الزمالك هي الأفضل تعالوا كده نستعرض نشوف تشكيلة نادي الأهلي وتشكيلة نادي الزمالك كان الشناوي ربيعة ياسر إبراهيم يحيى عطية الله أكرم توفيق كوكا مروان إمام عشور الشحات طهر محمد طهر وسام نروح على الزمالك محمد عواد عمر جابر حسام عبد المجيد حمزة المسلوسي محمود بن تايج زياد كمال محمد شحاتة عبدالله السعيد ناصر ماهر أحمد مصطفى زيزو سيف الجزيري